الحياة الأبدية في تعريف المسيح في يحنى 17 كان جميل أوي هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي أرسلته في رسالة يحنى الأولى أصاح 3 قال الحياة الأبدية هي شركة مع الآب و مع ابني طبعا زي ما أشرت أنا من شوية أن استكمال كمال الحياة الأبدية هناك في السماء لكن من هنا إحنا لنا معرفة بالأب و الإب لنا شركة مع الآب و مع ابني يعني الإنسان بيانال الحياة الأبدية من الآن يستكملها في أكمل وجه وأفضل صورة عندما نكون هناك في السماء هل في دليل هل في برهان طبعا في برهان عظيم الرسول يحنى في رسالة الأولى أصحاح 2 بيكلمنا على اللي ما عندهمش هذا الدليل والبرهان يقول أن الإنسان البعيد عن الله يبقى في الظلمة و في الظلمة يسلك و لا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه نشكر الله ربنا نقلنا من الظلمة إلى النور و اللي ما يشف النور عارف هو ما يشفين عارف رايح فين البعيد عن الله المتجنب عن حيات الله هو في الظلمة يبقى و في الظلمة يسلك و لا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه أما المؤمنين برضو في رسالة يحنى الأولى و أصحاح 3 يقول إن كنا نقبل شهادة متأسف يحنى الأولى أصحاح 5 عدد 9 إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه من لا يصدق الله الذي قال لنا هذا الكلام العظيم في كلمة الله يجعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدي وهذه الحياة هي في ابنه من له الإبن فله الحياة و من ليس له ابن الله فليست له الحياة فإذن الحياة الأبدي هي من خلال شخص يسوع المسيح نعم في نفس الأصحاح و الكتابته هذا إليكم أيها المؤمنون بإسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدي المؤمن عنده يقين أنه يمتلك الحياة الأبدي و بيستمتع من الآن كل اللي خلصه بيقولك حياة تغير بقالها معنى بقالها طعم أنا سعيد أنا فرحان لأي إنسان تاني بعيد عن الرب مهما كانت مظاهر الفرح الخارجي تلاقي غير سعيد و ما عنده السلام